موسيقى 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 محطش بعضناً من حد يا مان اللي من دول الناس بيتوحش الشر مافيش أكتر منه وانا مبيتيش أعمل للحد جيمبه ايو اني سديدي ازايك؟ خبارك اير? ازاي مستر قالبير؟ عايزك تطمني من فضلك؟ ما أنا عرفت بس كين بدي بس اتشكرك عمجهودك المتميز بشكري على واجب ربانا خليكي ألف مبروك عز جواز الله يبرك فيك الحمد لله الحمد لله مع أني مستخسرتك كتير بالجواز أحدش بيأخد أكتر من نصيب وهاني سديدي الحمد لله الحمد لله سوري حسام أنا مضطر أسكر هلأ برجع بحكيك بعدين أوكي ياريت 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 نعال السلام نعال بسلام أوكي باي أهلا يا دياب كيفك؟ إزايك يا ديدي اسمع يا ديدي أعوزكم تبعتولي ألف حدة والسعر حنتفجو عليه بعد التسليم كمان يا دياب بدك تدفع بعد التسليم؟ أيوة أنا جاصدك دي عشان أعرف غلاوتي عنديكم دياب أنت بتعرف أنه غالي عننا بس ما بدك توخزنا بهالفترة علينا ضغط كتير وما رح نقدر نعطيك الكمية كلها بالموعد المحدد بس أنا بوعدك أول ما يتوفروا عندي رح اتصل فيك فيه يا ديدي؟ أنتو صغيرين؟ مش عارفين تلمولي ألف حتة؟ بالعكس نحن كبار بالسوق وطلبك أنت نقطة ببحر الطلبات اللي عنا إياها هلأ والأولوية أكيد بتروح للناس اللي طالبين كميات أكبر يه يا ديدي؟ يعني أنا جليل؟ دياب حبيبي ما تفهمني غلط أنا بس عم قل لك أنه مزنوقين شوي لأنه الطلبات بالسوق كتير علينا بس أول ما يصيروا عندي وحيتك لعيونك سلام سلام يا ديدي سلام يا مولان دي الكلب كفير يا دياب الموردين اللي برا مش حجبولي البضاعة عاوزيني أعطلوا شغلي أها جات من عندي ربنا وبكفاياك الطريق الوعر ديه عاد أبطل بمزاجي مش غصب عني يا دي بس الجريدة يوني دي أول مرة بتكلمني جدي مالك يا حبيبي؟ زهقت يا وفاق زهقت ليل ونهار قاعد في البيت لشغلة ولا مشغلة إه ده بس يا هاني هدي أعصابك شوي تصوري إلقوا أستاذ إيها بجرنة بيعت حاشة يصبح علي من ساعة ما خرجت على المعاش مش ممكن يا هاني أكيد ما خدش باله منك ما كان بياخد باله قبل كده وبيستناني على باب الفيلا عشان خلصت له مصالحة حتى يا حبيبي لو هو مش كويس ملناش دعوة به الظهر الناس هي اللي نسيتلي أنا التليفوني بيقال لي أسبوع ما بيرنش بعد ما كان ما بيبطلش الرن ليل ونهار أمرك عجيب يا هاني مش ده التليفون اللي إنت كنت زهقان منه وعمل لك دوشة؟ ودلوقتي زهقت أكتر لما بطل الرن حسيت إن أنا فعلا كبرت بقيت راجل عجوز لا يا حبيبي ده عشان إنت ما بتشغلش نفسك بحاجة إنت الحمد لله ربنا أديك الصحة يعني ممكن تشتغل ساعتها بقى هتخرج وتقابل ناس وتشوف أماكن جديدة عزاني أعمل إيه يعني؟ أخذ إسمع ناسي عشان جاله لحسابي؟ لا 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 يا هاني مش للدرجات دي يا حبيبي أنا قز يعني تفتح مكتب محاما شركة أمن مثلاً محاما إيه وأمن إيه؟ إنتي عايزيني أبدأ من جديد إنتي نسيت إن أنا خلاص بقت رجل عن معاشي لا يا حبيبي أنت ربنا ما تديك الصحة والحمد لله؟ يعني ممكن تشتغل ساعتها بقى هتخرج وتشوف ناس جديدة وأماكن كتيرة واضح كده أنك زيقتي من قاعدتي في البيت لا يا حبيبي إيه وأتقولي كده؟ شي أحلى لحظات حياتي يا حبيبي وأنت قاعد جنبي ربنا أخليك لا يا حبيبي تو ما أحرمنيش منك كده سوري يا هاني أنا ورايي النهاردة حاجات كتير قوي في البيت عن إذنك يا راحي برضو ألف ممروك يا سيادة النايب إنت بتتكلم جدي هاد يا كامل؟ نجحت وبكتساح كمان أنا طول عمري أقول إن إنت وش السعدة علي طب كواهيز إنك عارف يا سلام يا سلام يا أولاد أنا نجحت يعني دلوقتي بجيت سيادة النايب طاهر المصطيع وبجمعي حصانة إنت فكرك يا شلبي إن شجلتك في المكان المحترم ده عشان تخاطر سواد عيونك؟ هم؟ هم؟ أنا شجلتك بس عشان خاطر أختي مونيرة حببتي ربنا يخلينا البعض جات وقفت مكانك هنا وفضلت تسحي وتنحي بتنصق وتتحيل علي عشان تشجلك اكتشفت مش عشان تشجلك لا اكتشفت عايزة تخلص منك ومن راحتك المعفنة بتاع المجاري ليه كده بس يا أولير الله؟ هم؟ يا سمع يا ابن انت أي شكوى أي شكوى هتيجي من الزباين تاني بسببك هخرجك من المحل ده أفاك يا أمر تست كده برده مونير اخص عليك يا مونير ده أنا أجيب لك معايا حية الدين خبر بس بوسها معلم هدية كدام اللي زيك ما يجيش من وراه أي أخبار حلوة إيمان مرة تاخد معتزة الله أرحمه تتررررات تتت مالها اتجوزت واحد مليونير مين؟ مينو زيت مولي مرررر؟ بجهدتك شلبي؟ احط شلبي احط احط احطوك مش في الدرجات يا رجلك انت بتكلم جد اه بتكلم جد طبعا الحاجات دي فيها هزارة مونير لا أنا لازم أروح أنقذ بنت أخوي يا معتزة لا يمكن أسمح لها تعيش مع جوزهم الله ينور عليك يا مونير اهو ده الكلام صح رح لهم بقى معلم وامل عليهم شروطك عشان خاطر ترضى تسيب لهم البيت أعسيب مين؟ أعسيب البيت؟ أنا لازم أنقذ البيت دي آخر حاجة من رحتك يا الله يرحمه معتزة نورتوني يا عرايس ده نورك يا طانت مرسي وليلي بقى تأمرتك البنوتة الحلوة ما جاتش معك ليه ودي نحا عند ماما قبل ما نيجي عشان نوض معك أنا رواقه لا ملكيش حقيقة ما دي بيتة لزيزة قود أنا بموت فيها والله ربنا يعلم هي بتحب حضرتك أدقي ربنا يخليها لك ويحفظها لك يا رب هقوم بقى قبلوكوا الجاتو الشي عشان محضرها كل حين لا من فضلك اسمحيلي أنا الرحامة لا مايصحش يا ماما يا ماما بقيتش غريب؟ بقيت واحدة مننا؟ أكيد يا حبيب والله ربنا عالم غلوتها عندي قديه يبقى خلاص بقى اسمحيلي يا رحامة؟ خلاص يا حبيب تبراحي 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 ملك يا حسين مسرحان في إيه حبيب؟ يا فاندي أماما ما عليش يا ماما سمحيني ضغط الشغل ضغط الشغل ما خليني دماغي مش فيه واليومين الجايين دول عندي عمليتين مستقبلي كل متوقف عليهم يدعيل ربنا يكرمي ربنا يكرمك يا حبيب يوفقك وينويلك كل اللي في بالك متخافش يا حسين انت بتعرف ربنا وتتطاق الله في كل اللي بتعمله ومن يتطاق الله يجعل لهم مخرجة ويرزقه من حيث لاي أحدثم متخافش متخافش من حاجة خالص سلام يا منصور ألف مبروك يا طاهر ألف مبروك يعني بجده بجلنا يا طاهر ان انت سده عليه كله من خيرك يا سيدياب يعني انت كده يا طاهر بجيت نايف في المجلس داي عمي سادك به يعني يا سيدي حكمت حاجة زي كده تستاهل كل خير يا طاهر الله يبارك فيك يا سيدي حتمت بس انت لازم انت تعرفوا انني مهما كبيرت لا ممكن اتبر عليكم أبدا ده انتو الخير والبركة والعين ما تعلاش على الحاجة فيك الخير يا طاهر واحدان مالك مساهمك ده ليه أبدا ناسيدي بس بلغني من ناسنا في الصعيد ان فيه حد بيبيع سلاح وفيه عائلات كتير بتشتري مني بأسعار أجل من أسعارنا بكتير هو مين ده؟ ايه ايه؟ هو فيه حد يستجري بيه حتة سلاح واحدة في المنطقة من غير اذنيني من المأسوف على عمره ده؟ دول اتنين يا طاهر اتنين واحد اسمه البوب والتان اسمه 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 العلو البوب والعلو؟ ايه؟ دول رجالة حسام رجالة حسام؟ يبقى ودي الهلال بيلعب من وراني ما هو جايز هم اللي ولاد حرام وبيلعبوا من وراه يا سيديان هم مين دول اللي بيلعبوا من وراه؟ هو اللي بيلعب من وراك وبيستخفلكم ومسرح رجالته بالبضاعة قلتلك جابلي سابك اقتله رحت حطيت يدك بيده وكبرته لغاية ما بيجيين هشفيك كل يوم عن يوم بيكبر لحد ما هيجي اليوم اللي مش هتقدر عليه ألف مبروك يا إيمان والله العظيم فرحتلك من كل قلبي المحلي ملوش تعمل من غيرك الله يبارك فيك يا حبيبتي يا ربا لأولادك يلا حكيلي بقى يا عنصة حسام عامل معك إيه؟ حسام؟ يجنن يعملني أنا وملك أحسن ومعاملت ياش فهم احنين ازاي؟ طب وإيه راقي وفنزوليك للكوفير عادي ما فيش أي حاجة ما جابليش سيرة أصلا سألني انت أمت نزل المحل وقتلو نزل النهاردة شوفي حنين عليك ازاي؟ مش عايز يحرمك من الحاجة اللي بتحبيها الحمد لله يا رب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته انت ازاي يا امرأة المرحومة اخويا؟ تروح تتجواز من ورانا انت تتجنن؟ انت اتضغط زوتك وانت بتتكلم معايا جري يا مونير انت دخل بازعبيبك يا اخويا بدل ما تقول لها مبروك ايه يا اختي اعملوا معايا ما نعرف كنت الجوز الراسين ستطايا احترم نفسك يا مونير انا برضو لا احترم نفسي؟ والله اعال يعملوها ويخيلوا وهي كانت عملت لك اي يا اخويا عشان تتحجم عليها كبه؟ راحت تتجوازت مونارانا وراحت جابت جوز ام لما انت اخويا معتز الله يرحمه؟ انا مسمح لكش انك تتكلم معايا بالوصول ده واحب اعرفك ان الراجل اللي انا متجوزاه راجل محترم وجوزي على صلحة اللي اه وراسيني ودي حياتي وانا حرة فيها وانت ماركش اي دعوة بيها تقدر نتلع برا انت بتترضيني؟ بتترضيني عشان بتتكلم في مصدعك بنتك؟ طب ايه رائع بقى؟ انا مش موافق ان بنت اخويا الله يرحمه تعيش مع راجل جريب وحرفع عليك يا قضية قضية ضم حضانة البنت بينا وححرمك منها وبكرة تشوفي وريني بقى سايس همشفوط بطنك وتعامتي اعلى ما بخيلك تركبوا يا مونيك انا خيال قوي وبركب كل حلو قوي وبكرة تشوفي سلام غور غور قاطك الغمي غميتة ضيعت علينا فرحاتنا عجبك اللي هو عاملوا فيا دا؟ معنش يا منا مساحيا فيا ما انت عارفة مونير اخويا اطلع يطلع وينزل على ما فيش هو ليه مش هايز يسمني في حالنا؟ هو ممكن ياخد ملك مني بجد؟ لا يا حبيبتي ما تخفيش بنتك في حضنك محدش يقدر ياخدها منك ايه يا بنت؟ ايه يا بنت خيالتين؟ فيه ايه؟ بصراحة مما عايز اتكلم معك في حاجة طيب هتعود الكلية؟ انا جا ليه عريس عريس؟ ايه يا ماما اتخضيتي كده ليه؟ انا لسه في عايز شبابي ومن حق انا اتجاوز ايه طبعا انا بنتي من حقك بس لازم تفكري في ابنك مش ممكن اش هيندا ترجاعي لساهر طليق ساهر دا صفحة وانتهت من حياتي يا ماما خالص وارجوكي ما تجبي ليه سيرته تاني ومين بقى العريس اللي متقدم لك دا؟ يعني حد اعرفه؟ متحيقلي يعني ان حضرتك سوفتي مرة او مرتين قبل كده ما انا شفت ناس كتير مرة مرتين مين فيهم يعني؟ طهر المستهي المستهي دا ايه؟ مستهي يا انا عريس وانته المستهي الود المخبر اللي كان بيشغل معه كده وزان يا بنت دا لا شهادة ولا علام ولا اي حاجة انتي الجن انتي دا كان زمان يا ماما دلوقتي طاهر اتغير خالص وحضرتك شفتيه بنفسك يعني ايه؟ ايه اللي اتغير فيه؟ استحمى؟ نضف؟ لبس بدلة؟ الفلوس ما بتغيرش يبني آدم يا شهادة بس للاسف في زماننا دا بتقوي وبتعمله ساعة وهو بقى نقف البرلمان وبقى اللي نفوز وما كان في المجتمحة يا دي النايبة النايبة اه دا ايه النايبة السودة اللي انا فيها دي هتبت بتتكلمي جد ايه يا ماما انا محتاجة ضاهر وسند انا وابني في الفاترة دي من طالقي ساهر وطاهر هو اللي وقف جنبي ورجع لابني اللي اتخطف ولولا كان زمان قلبي محروق على ابني لحد دلوقتي دا حتى اخوتي ما عمله هاش يا دا المصيبة تكلمك بحسزني انك انت خلاص مقتنعة بيه وبتفكري فيه فعلا وهتوفي عليه ايه يا ماما انا موافقة يعني انت يا شاهين دا عاوزة تقنعين انك اقتنعتي بيه خلاص والحقي تتحبيه احبه احبه ايه يا ماما المهم هو هو يحبني وانا حبيت قبل كده وطلعت غلطانا تعالي بقى اعكسها المرات يمكن اطلع انا اللي صح الصح صح والغلط غلط انت دخل على جورة نار وهي اللي بكرة هتحرقك وايه وقت تتصوري ان انا ممكن في يوم من الايام اوافقة على وانزة اي دا فاهمة ولا ما انتش فاهمة بلاش اعرف ألف سلام عليك يا بابي انت السبب اللي انا في دا انا؟ ليه يا حبيبي وكنت انا اللي قلت للجران يارينوك علاها؟ الاولى بلاشت ساعة عليها فكرة اللي قدر دي فكرتك وانت قلت لي عليها قبل كده وانا رفضتها صح؟ صح فكرتي اه لكن لما انت قلت لأ خلاص يبقى لأ وبعدها بشارة نفزت بحزفرها ايه؟ مكشوف عنك الحجاب؟ لا يا سيدي مش مكشوف عني الحجاب بس انا مبرجعش في كلمتي وكمان مش هتنازل عن احلامي اوكي يا بابي؟ يبقى انت اللي اعملت كده؟ ايوانا يا بابي بس انت بقى ما تقلقش خالص لان انت بعيد خالص عن الموضوع ده واللي قدر يثبت عليك حاجات بيقدمها ازاي؟ وانا في بيني وبين الجران كلهم محاضر قد كده في الاسم يعني هيدموني هيدموني اتهم باطل واكيد كل المحاضر دي في النهاية هتتقايد ضد مجهول وساعتها بقى هنكون كسبنا ان السكان كلهم مش هينفع يعودوا في العمارة ولا حقل بقى دو في العمارة وهي قايلة للسقوط ولو نشفوا دماغهم بقى وقالوا عايزين ينكسوها ينكسوا ايه يا حبيبي؟ العمارة خلاص مينفعش فيها تنكيس اللي اتخبط فيها اهم عمود في العمارة كمان؟ طبعا يا بابي ده انا لولا وفي كل حاجة بطلع الاولا منك لله يا لولا موسيقى يعني خرجت من الفنوس وظهرت في عز النهار وخطرت بنفسك ايه؟ مش خايف؟ ضرورة ليها احكام قصد الخيانة ليها احكام يا ساتر يا رب؟ خيانة؟ خيانة مين لي مين بالظبط؟ اسمعوا ما تلوعش معاي ما اعرفت كل حاجة وحش؟ وحش يا ديابي قصدي يا مستر ديابو بالرغم من الكره اللي في قلوبنا البعض كده لله في لله قلنا اني لسه عند وعدتي لاني ما تعودتش اخلي في اتفاقاتي حتى مع الناس اللي ما بقبلهمش يا اخي مندليل على كده اني سرك لسه في بير وقالك وتسلمتك للحكومة مش فغلك مع البير والبضاعة اللي بتدخل على حساب اللي بتسميها ايه؟ ما بتسميهاش خيانة؟ بيزنس بيزنس يا دياب بيزنس is بيزنس زي ما انت كنت بتقصدني في اسلاح بدخلولك وباخد نسبة هو كمان بقصدني فبدخلوله وباخد نسبتي فيها ايه دي؟ انت بتشتغل لحسابه ولا لحسابي؟ ايه دي لانتققلك عائلة؟ انا لا بشتغل لا لحسابك ولا لحسابه انا بشتغل لحساب نفسي وانت عارف كده كويس انت بجده بتجسم السجبينتني وحتعص المواردين علينا والله كل شيخ ولي طريقة وانت واضح ان انت قدمت لمارسل طريقتك بايت قد فشل ما بقيتش تيجي على هوا الموردين والناس اللي بتشتغل خلاص خسرت زباينة نصيحتي ليك بقى تقعد معك رجالتك كده وترجعوا وتشوف اخطائك فين وتصلحك انت اللي حتقولي انا حامل ايه؟ انا ما بقولكش انا بنصحك انا بنصحك نصيحة لواجه اللي عايزنا دخلك سلاح؟ هدخلك سلاح ترى مااخد نسبتي تالت ومتالة انما بقى تحتكرني وشغل النصب ده مايكلش معايا بعد ما مدتلك يدي واكبرت بتعض اليد اللي اتمدتلك واللي خلاج الخلق واللي خلاج الخلق هجلب عليك شياطين الانس والجن يودي الهلالي طب عوزوا بالله من الشيطان الرجيم اتحرق شياطين الانس عالجن ولو اكترت في الكلام هحرقك فيه البيع انت بتهددني؟ عاشا لله انا التاني مرة بنصحك ويا ريت تحط الكلمتين دول حالها في ودنك وما تتهورش عشان شغلاتنا دي اللي بيتهور فيها بيتعور وانت مش حملة تعويرة وانا صابري بتنا ينفد بتنا ايه؟ ينفد وهقلب عليك القديم قبل الجديد انا اللي هجلب عليك الجديم والجديد اسمع يا ودن الهلالي الواضح انه طريقها بجا مختلف ومن النهار دي خد بالك وانت ماشي خير ان شاء الله محدش ضع من عمره هلقى عمرت يا دي الله يا ولد البطاش وبعد قالك تاني لو قربت مني احرقك حلو علومتك مديني وما هعبد احرقك يا دي الله يلا شباب يلا شباب احرقك احرقكAm السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله خير يا دياب فيه اي حصل ودي الهلالي طلع هو اللي محرك رجالته ومشغله من حسابه وطلع متفج مع ألبير من ورانا وعميره البطية علينا ومنو منا على وداننا قلت لك ودي الهلالي ده حية وسمها فاير ومش هيه ده غير لما تتجتع رأسها واللي خلج الخلج لك تتعرأسه وعدال هو مراسي قد صرف طاهر طاهر كامل خوه جل انه مشغول وبيحضر لجوازه جوازه يا ولاد الكلب علم علم تاخد عريانة تروح للمعلم بارود تسلموا البضاعة بتاعته وتاخد منه شيء بالمعلم تخليه زهره لأريان وبكرة الصبح يروح يسرف المبلغ ويحطه في البنك صاح صاح وفتح عينيك ها يلا اخد بلك من نفسك سلاة يا رجالي مش عاوز ود الهلال يطلع مني يا حي تعميل ولا لا ايو سلاة حسنا سلاة اشتركوا في القناة 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 الله ههواجيلك زوزو انت طالب بالتلاتة مرضي يا عم كنت عايزان اعمل ايه يعني وانا احسس ان انا غريب في وسطك ده انت شاك لهجو كده عامل ربطاية علي انت ليه بتقول كده لان دي الحقيقة وانا كنت عارف ان ده هيحصل من الاول يعني ايه مش فاهمة يعني مفيش قاط في بيت اهلك ده تاني امال هنقاط فين بقى ان شاء الله هنروح نعيش عند اهل على الا 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 مش احس ان انا غريب ومس انا بقى هحس اني غريبة انت تمشي تابع جوزك يا ستة هاني ومطرح مايروح تكوني معاه يلا خش ليه مش هنطتي خليها نمشي من هاني اسفة مش همشي بتبتكسر الكلام يا ريهم لا لما اتجهز لشاكة بقعيش فيها الواحدي ساعتها هلمش هنطتي تدومي وهمشي معاك اه تبتلو ادراعي انا بقولك عالصحة بس ده لو انت عايز تعمله واضح ان ارتبطنا من الاول كان غلط قسم ايسا قسم ايسا قسم ايسا قسم اسف ولدي دوث